السلام، اليوم ان شاب راح نشوف هذا الشخص اللي قدامنا راح يسوي انشاء الله اليوم بيتزا عملاقة في السابق يندكرون نفس الشخص هذا شوف له مقطع يسوي كيكا عملاقة فاليوم راح يسوي نفس الفكرة بس على بيتزا طبعاً في معلومة الناس ما يعرفونه عن الشخص هذا هذا الشخص فكرة اتوقع قناتة إذا ما خلدني فكرة قناتة على حسب اللي شفت له فكرة قناتة أنه يسوي أشياء عملاقة ويجمع أهل القرية ويعطيهم الأكل هذا اللي هو قاعد يسويه فلا توقعوا أن مثلا الحلقة اللي طافت لما سوى كيكة عملاقة معنات أنه بس مجرد أكل من الكيكة شوي ورمى الباقي لا ترى جمع أهل القرية كامل مو كامل يعني جمع عارض كبير من هل القرية وقصص لهم عطاهم يأكلون منها واليوم المفروض يسوي نفس الطريقة فاليوم مثل ما قلت لكم الفكرة أنه راح يسوي بيتزا عملاقة فحاليا بدأ يشتغل على البيتزا طبعا قاعد يسوي الصلصة وكي يقول أنها رهيبة وما أدري شنو طبعا أنا مادر هو بأي لغة قاعد يتكلم بس في ترجمة وجودة تحت بس ما قلت ترجمة فيعني يعني الكلام من عندي علي تعالى نصلا ما أدري هذا وين بس أتوقع أن الهند أظن هذا المكان هو الهند ومثل ما شوفون طبعا المكان جدا جدا رهيب اللي هو قاعد فيه فالمما هي العجينة حقة البيتزا نفسها بدأوا يوزعونها داخل بدأ يقصصها بدأ يحط الصلصة ونقدر نقول أنه يوزعها عليها أوكي اللي حب البيتزا اكتب لنا داحت في الكومنتات يعني اللي حب البيتزا يكتب لنا داحت خلنا نشوف من اللي يحب البيتزا بشكل كبير وما شابه بري حط بعض الأشياء بعض المكونات الخاصة بالبيتزا بري يوزعها نايس ويش بعد بسوي خلنا نشوف بري يجيب زيتون ويوزع زيتون والحين شالوها أوكي وحطوها على النار أوكي وينتظرونها طبعا في حركة غريبة أنا ما دري إحنا يسوونها عندنا ولا لا أن يحطون فحم تحت وفحم فوق ما دري شي غريب بالنسبة لي خلاص المفروض أنها استوت طبعا نشوفوها يا شباب يعني صار خاطري في بيتزا حاليا هذه يسووها مثل ما شوفون يا شباب ويقصصونها وطبعا الحين المفروض أنهم يأكلونها نحن قطأ واحدة بس قطأ واحدة طبعا الباقي مثل ما قلت لكم رح يوزعها على أهل القرية المفروض في شباب هذا مقطعنا بشكل كامل لا تنسوا تشتركوه في قناة الرئيسية الرابط موجود تحت نشوفكم على خير ومع السلامة إلا هي كامرة مهم ضق أو لا تهتم نضم لجيشنا الخرافي إلي وقال أنه فخم يسيطر على أمم هذا جيشنا يا عم ولا سيالة سطورة تتنقل على كل فم اشتراك تنضموا هذه أسهل وسيلة قنال الصغار والكبار وتعتبر جميلة تقدير تشترك في لحظة تراهي ما هي حيلة